صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي يشوفني فيه برج الاخوت. نحوشها بطولة على طقتك لبرج الاخوت. برض الخب انت بتبتدي بداية جديدة. سواء في الحب ده او في الطاقة العامة بتاعتك ان فيه بداية جديدة. او بداية جديدة او علاقة جديدة فيها حب. ما سرمي ممكن نقول. او انت دلوقتي اه انت دلوقتي اه برضو بيجي ممكن يكون اه مفيش علاقة حاليا ولكن انت حاليا مستقر في مشاعرك. اه ده فيه خناء. بس اه بعد الخناءة دي انت بقت كده. ممكن يكون كان فيه علاقة فيها اه شوية لغمطة وانت استقررت دلوقتي. او ممكن تكون مزلحة وهفي بداية جديدة ان شاء الله. طيب نشوف مشاعرش لكك ايه. وشايفك ازاي. والخطوة اللي هو نيته ياخدها ولو يعني الخطوة دي ممكن نيته ياخدها او ممكن ما ياخدهاش. برضو عشان حتيجي يقول لي هو نيته كان يجي وما جاش. المهم هو كان نيته كده يعني. ودي نصيحة لك. طيب مبدئين كده يا برج الحوت اه انت اقرأتك ما فيهاش ايه يعني شيء يوطر. لان فيه بداية جديدة برضو. ممسهاش. اه مشاعر الشريك حاليا يا برج الحوت هو اه الهدوء بعد العاصف. وده اللي يفسر الكابت الثالث اللي جيه هناك. ان كان فيه خناءة اه او مش لازم خناءة. اه انفصال. حصل انفصال. وانفصال ممكن يكون يعني انت سبت العلاقة ومشيت. او هو اللي سبت العلاقة ومشي. وحاليا فيه حدود. فيه استراحة كده. اه وممكن يكون الشريك تعبان شوية. بس اه دي مشاعره حاليا انه هو اه هدي خالص و اه و اه و مستقر حاليا. اه برضو مش معناها انه هو نسيك. لا اه هو بي اه مستقرر في مشاعره ولكن مازال او متذكرك. ومازال انت في باله. وممكن كمان يكون الكارت ده بمعنى هو استقر عليك برضو. بمعنى برضو تاني. اه وخلاص انت اللي انت شاغل باله اوي 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 الفترة دي. ومستقر عليك وبيفكر فيه كتير اوي. لكن هو حاليا يعني المشاعر اللي هي اوي يعني فياضة اوي ولا فيه اصلا ولا حتى ما فيش مشاعر خالص. لا فيه مشاعر ولكن في استراحة. او هو بيهدي نفسه لو فيه فنائة حصلت. اخر مرة فهو بيهدي نفسه حاليا. كايب انت ايه بقى انت ايه انت اتوين اوف سوردوس اللي هو ملكة السلوخ. اه زي ما بقولكو انتو اللي اتنين اه في بداية جديدة ممكن او هتبتدوا بداية جديدة اه ايوم اقرب بقى. اه انت حاليا اه اه اكل على مشاعرك شوية. محكم عقلك اه زيادة عن اللزوم يا بوربالكوت. اه وباصس للامور بنظر بنظره جدية جدا 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 جدا. يعني لو علاقة عاطفية فانت محكم عقلك اوي. مفيش لاغي القلب تماما. يعني لو القلب اه مشاعر يعني فوقشات مشاعر بس. لكن اه حاليا محكم عقلك. وممكن تكون انت اه اللي سابت الشريك. ومشيت. وحكمت عقلك. وحصلت طبعا التضارب ده. خانيته مع بعض. او حسيت ان العلاقة بيزة فحكمت عقلك واتاكلت اه الله بقى. ومشيت. بس انت مشاعرك حاليا كويس اوي. يعني انت محكم عقلك في العلاقة. ولكن انت مشاعرك مستقر. الله واعلم بقى. او ممكن تكون انت اللي مقدمه عرض يا برج الحوت. ممكن. او انت اللي متقدم لك عرض. بس انت محكم عقلك عن مشاعرك زيادة عمل زيادة. والشريك كذلك برضو. الشريك برضو محكم عقله. واخد فترة استراحة من العلاقة او من المشاعر او من التفكير كمان. يعني انت اللي حكمت عقلك. وبطلت تفكر في العلاقة. او بطلت تفكر في الشريك. والشريك ممكن يكون ايه كمان. انت اللي سبت العلاقة يا برج الحوت وهو منتظر منك اي مبادرة. لان ده حد بيقطع. ده حد قطع علاقة او قطع او وعد على نفسه. مسلا انه انا مش هكلمه تاني. مسلا قلت النفسك كده انا مش هتكلمه تاني. خلاص. او انا هعمل بلوك. يلا. او انا هحزفه من الفيسبوك. مسلا اي حاجة. فهو ممكن يكون منتظر منك انك بقت تبطل تفكير ده وترجع تاني مسلا. لكن هو برضو بتيجي على كارت الانتظار. يجي برضو كارت الانتظار. وبس هو حاليا هادي ومهدي نفسه. ممكن نقول مهدي نفسه. لكن مش هادي. طيب هو شايفك ازاي برج الحوت نظرته لك ازاي. شايفك يعني شايفك ان انت شخص جميل اوي اوي اوي. ومازالت جميل. لعن حصلت خناء ما بينكو. مازالت انت الشخص الجميل. الشخص اللي اقدم له حب. الشخص الخيالي. الشخص اللي يزود الفقاهة العالية. لو انت كنت بتهزر معاه وبتدحك وكده لان برج الحوت ده مخفيف. فشخص جميل اوي اوي اوي. لو انت يا برج الحوت كنت مقدم عرض على خب الحد بشكل غير مباشر مثلا. وهو رفضه او اتاخر عليك شوية. فانت خدت يعني خلاص حاجة تفتير خلاص قلت بقت اكت ان هو مسلا مش عايزك. فقطعت العلاقة. فهو مازال شايفك ان انت الحد الحبوب برضو. اللي مقدم عرض لي. وهو لسه مازال العرض في باله. خلي بالك. لو انت انسحبت ونشيت. فانت ما زلت قدامه صاحب العرض الحبة اللي كنت مقدمه له. او لو كنت في علاقة. وانت برضو قطعت العلاقة فانت ما زال برضو شايفك الحب. وشايفك شخص حبوب وجميل. وبيحبه. والشخص اللي هو بدخل قلبه. وبدخل قلبه بكلامه. ده افعاله. وشكله حلو. كل حاجة. وهو شايفك حد جميل قلبه. طب انت شايفه ازاي برج البوت انت شايفه ان هو شخص شايفه انه هو ممكن يكون محكمة او عدالة او حكم الهي ممكن تكون انت شايفه انه هو قدر ببساطة كده يعني هو شايفه ان انت حد جميل وكده وانت شايفه انه هو قدرك قدر يجي في الطريق هو ده القدر بتاعك ده ربنا بعته لك بطريقك شايف انه هو ممكن يكون لو هي كد مقلوبة كده كنت اقوله انه شخص مش حكيم او شخص مش معندوش ما بيفكرش بطريقة كويس لكن انت شايفه كده فتقريبا انت شايفه انه هو شخص حلو برضو ومميز شخص مميز وممكن يكون ليه سلطة مثلا بيشتغل في مكانة عالية مثلا ممكن وكده انت شايف انه هو شخص كمان كامل برضو يعني برغم ان انت ممكن تكون اطاعت العلاقة ولكن او حكمت عقلك شوية زيادة عن الزوم ولكن مازال هو في الصورة الداخلية ليه اه ليك قصد سوري اه انت شايف انه هو حد اه جميل قوي وشخص حقاني وشخص ممكن زي ما قلتلكو يكون بيشتغل في حاجة بيؤمر ناس فيها او كده اه وشخص قدرك قدر القدر يقولك القدر مفتر هي ايه هو زي كده بزا حاجة قدرية شايفو انه هو انسان على قدر بعضه لك فاه هو شخص حقاني يعني هو شخص كويس وجميل و آم ماذ بقداش به الظلم من الاخر بس هو شخص جميل قوي وانت الاتنين بlettين نويتو شايفين بعض حاجة ب solic انا ممكن برضو كنوع انواع كده التفسير التفسيرات تمام اتمنى اتأكد برضو جيدة ان انت حياة غريبة انت شايف ان هو انت شايفه قدرك الجميل مثلا ولا شايفه ان هو كرما في حياتك ممكن تكون العلاقة دي انتهت وانت كنت شايفه ان هو كرما الكرما يعني حاجة جدت وانتهت وانت مزعلان على فكرة لو انت بتعطي العلاقة ما انت مزعلان ان هو ماشي لان انت محكم عقلك قوي انت شايفه ان هو هي علاقة انتهت بهزيمة على فكرة هي علاقة انتهت انت اللي هزمته يا برج الحوت وقفلت على مشاعرك ومشيت انت مشيت من العلاقة دي يا برج الحوت ومشيت بطريقة متخفية انا قلتلك او انت اطاعت العلاقة بطريقة متخفية اطاعت العلاقة بتطريقة متخفية وهزمته. عشان كده هو بياخد فترة استراحة من اللي حصل. يعني هو الفترة دي المنظر ده او شخص اللي بيبقى نام كده بيبقى اه يعني شخص تعب اوي اوي اوي. شخص ده كان تعبان على فكرة بعد اللي حصل ده. لان انت انت خدت قرار حازم. وفاجئته بالقرار ده. فاجئته. فاجئته بالحوار ده. عشان كده قلت لك انت اعتبرتها علاقة كرمة. انت شايف ان العلاقة كانت كرمة. وانا انت خدت حقك خلاص. انت شايفو ان هو كان كرمة. كل قدر ما في طريقك. وانت خلاص العلاقة انتهت وقفلت. انت مشيت من العلاقة يا برج الحوت. بص بطريقة سلسة وبسيطة جدا. ما حاسش بيك. اديكم ساد. كنت بتتكلموا. وبعد كده انت فكرت بعقلك كده ثلاث ايام مثلا. وقعدت تقول الشخص ده ما بيحبنيش او الشخص ده كان بيبقى. شكت فيه بحاجة. وبعدين روح انت عامل بلوك وجريت. اختفيت من حياته. وهزمته. خرجت من العلاقة بطريقة ان انت كذبان. بس اعتقل بالك. انت ما كسبتش حاجة على كده. برضو. يعني الشخص ده بيقول على نفسه انه هو كذبان ولكن هو ما كسبش حاجة. وممكن نقول ان انت كنت شايف ان العلاقة دي علاقة خسرانة. بمعنى اصح. يعني لو افترضنا على انه كنتوا الطرفين دول. فانت شايف انها علاقة خسرانة. الحرب دي ما انتهتش اصلا بفوص حد. يعني هو شخص شايف نفسه انه هو فز والتاني ماشي وسابله السيوف اصلا. فممكن تكون انت بذب انت اللي نشد ده يا برج الحوت. وسابله بقى يستمتع بالحاجة اللي عنده. الزهر ان انت شايف ان هو شخص عنيد. ممكن نقول اه انت شايف شخص عنيد. متكبر. ورأيه ينفذ على الكل برضو. انا بقولك هو هو بيقمر. يحب يقمر الناس ويمشي كلمته على المعنى. يعني اصالح وقت ما صالح. اتكلم وقت ما اتكلم. ارجع وقت ما ارجع. ادخل العلاقة وقت ما اتخل العلاقة. ما تتحكمش فيه. فانت قلت له ايه اعمل في عميش الكلام ده. وعملت له بقى ايه قلت له بص العصفورة هناك اهيه. وروحت طاير. طاير حرفيا. وجمدت مشاعرك اهو. بص خدت الكرار وقلت بقى مشاعري في ايدي وتحت رجلية وواحدة فوق راسي وجريت. وسلام عليكم يا عم الحاج. ويلا بقى نكفي. 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 اكفي الموضوع بقى يفيله خالص. وكلك ما كنتش تعرفني ولا شفتني قبل. فانا انا انا شايفة ان انت يا برج الحوت انت اللي نهيت. انت اللي نهيت يا برج الحوت. لان بص اهو. كان فيه خناقة. مش خناقة. ممكن تكون مش خناقة. ده تضرب مشاعر. مشاعر كانت بايزة. خالص. وكنت بتفكر 24 ساعة في العلاقة دي. اكمل ما اكملش. ادخل ما ادخلش. طب اكلمه ما اكلمش. يظهر ان هو كان شخص اه بيلعب بيك شوية او بتسلى شوية ممكن. او كان بيلعب بيك. وبعدين. بعد قلت بقى خلص. خلي مشاعري بقى. وانا ايه. مشاعر استقرت. وهبدأ بداية جديدة. من غيره بقى او بي. ده اللي هنعرفه بقى بعد كده. بس عموما هبدأ بداية جديدة. بداية جديدة ممكن تكون من غيره. البداية ان انا مسلا افتح مشروع بقى. افكر في نفسي. افكر في نفسي. افكر في حياتي. اشوف نفسي. ده حد جميل قوي ومستقرع على العرش بتاعه ومش شايف حد. فهو انت هزمته وسبت له العلاقة ومشيته. هو حاليا الهدوب بعد العصير. هو اخد الصدمة على فكرة. بحد مصدوم على فكرة. عده واخد الصدمة واسمت بحكي مع عقلك. بس هو مازال شايفك. يا بص ما عملت فيه. مازال شايفك الشخص الحبوب. الشخص اللي كان ما اقدم له عرض حب. واجري. جري. شخص اللي جري. وعلى فكرة ممكن كمان يكون شايفك ان انت شخص كلامان دي. ان انت كنت تضحك عليه. بص بقى الصورة اتقلبت. يعني ممكن يكون شايفك ان انت كنت تضحك عليه. وان انت شخص كنت مقدم له عرض زائف. ما كانش فيه عرض ولا حاجة. يعني كنت تتسلى. معنى ما كنتش تسلى ولا حاجة. وبرج الحوت ما بتسلىش ولا حاجة. هو برج الحوت يزبر 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 وبعدين بيطلع يجري خلاص هو ايه الخطوة اللي هو عايز ياخدها طبعا خطوته حيفضل منتظرك يا برج الحوت بص بقى يعني مهما تعمل فيه هو على فكرة تقويبا والله اعلم انت بعد ما مشيت وخدت القرار ومشيت من العلاقة اعتقد انه هو بعد ما هدي كده وقعد مع نفسه لا انه هو ضيع من ايده لحد الحبوب ده الشخص اللزوز اللي كان بيدحكه كان بيقف جنبه كان بيهون عليه فهو لسه منتظرك ومنتظر بشغف كمان يعني بصصلك وكل امل انك ترجع تاني للعلاقة كل امل انك تبص تاني على اي حاجة يعني 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 لو مثلا مسحته من على السوشيل ميديا لو بعد تلوقات ده هيزغرك هيعمل فرح حتى وان ظهر قدامك بمظهر ده يعني هو ده برضو ده مش هروح لك لو انت حسيت انه هو لسه مش بص ده ايده ده مش متأثر لا متأثر جدا لكن هو منتظرك يا برج الحوت مازال منتظرك وحيفضل منتظرك ومازال منتظر المبادرة ممكن يكون شخص هوائي او نائي او ترابي بتكون بتتعامل مع برج جوزاء برضو او برج حوت وممكن يكون بتتعامل مع برج ايه تاني برضو او نائي او ترابي او فهو مازال منتظرك ومنتظر ممكن يكون منتظر المبادرة منك منتظر المبادرة منك طب انت اين خطوة انت هتاخدها انا قلتلك انت كينج انت الكينج يا برج الحوت بفرح او لما تكون فكرة برج حلوة لان برج الحوت دايما مش هقول ضعيف الشخصية ولكن عواطفه بتسيطر عليه انت كينج انت بصص لقدام وطرقت العلاقة وديت دهرك للعلاقة وبسط المستقبل اللي انت عايزه وينوي تعمل بداية جديدة لنفسك بيبقى من غيره انا ما بقاش فارق معاك بالمعنى الاصحيب بالبط يجي ما يجيش يتكلم ما يتكلمش ينتظر ما ينتظرش انا مرييش دعوة حد هو بقى مع نفسه ان شاء الله يكون يعني ايه لو بيسمع تامر عشور 24 ساعة 24 ساعة طبعا تامر عشور للناس اللي مش مصرية ده يعني الكنجي بتعناكك بدعمك مصر قطيب يسمع تامر عشور دلوقتي يا ورد الكوت فهو انت عايز تبصر قدام ومستقر جدا انت جدا مستقر في مشاعرك في تكتيرك في كل حاجة لانك انت من الاخر حطيت قلبك تحت رجلت وانطلقت بعقلك وبسط لكل اللي فات من العلاقة وقلت دي علاقة فشلة وعلاقة كانت كرمة بالنسبالي والشخص ده كان عنيد قوي 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 لذلك انا همسيبه وانش طيب هو بسط للعلاقة ازاي شايف العلاقة دي ازاي شايف ان العلاقة مليانة غموط سبحان الله شايف العلاقة مليانة غموط ومحتاجة يتشال عنا سيطرت الغموط دي ممكن تكونوا انت كنتوا في علاقة اعجاب وهو مع برشة تحبه وانت كنت مقدم له العرض وهو استهبل وتدلع فانت قلت له يلا يا حبيبي انت في الخلعون وانا في النفخون وسبته ومشيت فهو حاسس ان فيه غموط في العلاقة وشايف ان العلاقة مليانة مليانة غموط ومليانة خيبة امل ومليانة خيبات امل مش خيبة واحدة لان دا كارت برضو برضو الكوت وكارت شخص عنده خيبة امل شوية وتقريبا زي ملتلك هو جاله خيبة امل من ممكن يكون شخص ترابي وبطيء ممكن يكون قمر في التراب يعني ممكن يكون الشمس جوزاء مثلا وقمره جادي طبعا لو امره جادي او طور او عزراء هيبقى كده شخص بطيء بطيء اوي اوي في الحركة ولو جاله برضو بطيء بطيء اوي وهو بيقول في نفسه هو ما انتظرنيش هو ما انتظرنيش وهو حاسس ان انت هزمك بالضبط انت هزمك لابا انت شايف العلاقة ازاي انت شايفها بص بقى الكارت دا مع انه بيحمل ايجابية جبيرة جدا ولكن ليه معنى اخر وغريب شوية هو كارت البداية الجديدة اوكي فطبعا انت مستقر ومشت له قدامك ازاي هتشوف انها بداية جديدة لأ انت شايف ان العلاقة دي كانت علاقة زي ما قلتلك بالضبط هي علاقة قدرية دا شخص بيبتيجي بداية جديدة ولكن مش عارف نهاية البداية دي ايه او بزبط نهاية البداية دي ايه نهاية العلاقة دي ايه فانت شايف انها علاقة تانت وقتية يعني كان بالسنة فخلصت السنة وهو مش او شخص كنت طرف تالت وهو راح للطرف التاني وزاب فهي كانت علاقة وقتية وانت مش همك على فكرة وبصتلي قدام وتخلصت ان المشاعر بتاعتك واستقررت ومستعدل اي حد يجي خطبت على البد تاني مساءل خير تعال خرش انما هو شايفة مليانة ضمود انت شايفة ان هي ايه علاقة كانت علاقة وقتية وما كانش لها ملامح على فكرة نفس المعنى هنا يحمله برضو هي علاقة غمضة بالفعل العلاقة ما كانش لها ملامح هي يعني تبصها تقول انها علاقة جميلة شخص كويس مع شخص حلو والثور ده لكن هي علاقة البداية بتاعتها انها يا سوري مش مرسومة يعني لو مصرع بقى اشتركوا في القناة